مع اقتراب الانتخابات تكثر الوعود بطبيعة الحال لكن في العراق ليست الوعود وحدها ما تكثر بل الرشاوة أيضا التي تأخذ أشكالا متعددة كما تؤكد التقارير الصحفية من تلك الأنواع ما تحاول بعض الكتل النيابية في البرلمان تمريرها من خلال إقرار قانون يسمح للمتجاوزين على أراضي الدولة بأن يتم تملكها ما يعني تسوية أوضاع 3687 تجمعا عشوائيا في 12 محافظة بحسب وزارة التخطيط بغداد تحتل مرتبة الصدارة فيها بواقع ألف منطقة عشوائية تلتها محافظة البصرة بواقع 700 منزل عشوائي فيما كانت محافظة نجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية وبلغ عددها 89 منطقة العارفون والخبراء بالمجال كان لهم رأي آخر فعلى سبيل المثال أكد اتحاد رجال الأعمال أن قرار تمليك المتجاوزين بدون دراسة مسبقة سيضرب عمل الاستثمار في العراق بل وجدوا فيه قرار خطيرا يجب أن يدرس بمختلف جوانبه وبدقة لكون أغلب تلك الأراضي تقع في مناطق متميزة وبعضها أدرج في خريطة الاستثمار وضف اتحاد رجال الأعمال أن هذا القرار وفي حال التصويت عليه بدون دراسة أو على الأقل تمييز الأراضي وفرزها سيضرب عمل الاستثمار والمستثمرين كون ذلك سيعرق العملهم ويؤخر ما أنجزوه على اعتبار أن بعض المشاريع انجزت وما تبقى قليل جدا بسبب التجاوزات على الأراضي وبالتالي فإنه في حال إعطائهم تصريحا قانونيا سيكون ذلك خلافا للعمل المرسومي إليها هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فيضيف الاتحاد أن وجود بعض التجاوزات في مناطق متميزة يشوه التصميم الأساسي للمدن التي تضع رسوماتها حسب المناطق والقطاعات الحيوية ليكون القانون وكغيره من القوانين التي توضع برسم الانتخابات والفساد المستشري في البلاد اشتركوا في القناة